بارح نجحة هانا جودة لعبة منتخب تنس الطولة في التأهل إلى نهاي بطولة سوفينيا الدولية للطولة بعد التغلب على منافستها الألمانية بنتيجة 3-0 للشبات تحت 19 سنة خلينا فكركم أن هانا توجد منذ أيام بلقب بطولة كرواتيا لتحت 19 سنة بعد ما فازت برضو بلقب مرحلة تحت 17 سنة لتجمع بين اللقبين بالبطولة الحياة أن هانا طول الوقت بنتكلم عنها وابنستعرض أخبارها في كل برامج قناة الأهلي بتقدم مستويات متقدمة جدا وحريصة على تطوير نفسها بشكل ملحوظة بدليل أنها بتتوج بألقاب لبطولات أكبر من سنها بكتير يعني دايما نقولنا الكلام ده وده طبعا بعد ما بتتغلب على لعابين كبار وذات خبرة في اللعبة كمان منتخب بمصر رجال وسيدات لتنس الطولة بيستعدوا للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية اللي هتقام إن شاء الله بتونس في الشهر الجاري